النشر الاقتصادية أهلا بكم رعى سمو الأمير فيصل بن الحسين حفل الاستقبال الذي نظمته الملكية الأردنية في مطار الملكة علياء الدولي لانضمام طائرتين حديثتين من طراز أمبراير إلى أسطول الملكية الأردنية تحمل الطائرتان الجديدتان اسمي مدينتي معان والرمثة حيث شهد سمو الأمير فيصل بن الحسين وصول الطائرتين إلى مطار الملكة علياء الدولي وقام بجولة عليهما وتطلق الملكية الأردنية أسماء المدن الأردنية على طائراتها في إطار رسالتها لترويج الأردن سياحيا وثقافيا وحضاريا في الخارج وتطلق الملكية الأردنية مشروع تحديث الأسطول والذي يتضمن استبدال كامل الطائرات قصيرة ومتوسطة المدى الحالية والبالغ 19 طائرة إضافة إلى التعاقد على طائرات إضافية لتلبية احتياجات الشركة من نمو حسب الخطة الاستراتيجية حيث سيبلغ إجمالي أسطول الشركة 41 طائرة مع نهاية عام 2028 وتقوم الملكية الأردنية بتحديث أسطولها باستمرار لتفادي ارتفاع تكاليف تشغيل الطائرات بسبب الصيانة وارتفاع استهلاك الوقود ما يؤثر على قدرة الشركة على التنفسية مع الشركات الأخرى في المنطقة استلمنا اليوم أول طائرتين من طراز إمبرير 195 لاستبدال طائرات الإمبرير القديمة وهي الطائرة الجديدة طائرتين من هذا النوع هم بداية برنامج التحديث وبالحقهم ثلاث طائرات في شهر أربعة وخمسة وستة من نفس الطراز ومن ثم ببلش يجونا طائرات الأربص الأكبر بواقع ثلاث طائرات في شهر 11 و12 من هذا العام هذل الطائرات تتأخر شوي كان لازم يجوه بشهر خمسة لكن تتأخروا لآخر السنة التحديث طبعا الكبير رح يصير السنة الجاي من إخراج طائرات قديمة ودخال طائرات جديدة يعني استبدال ونمو في نفس الوقت رح يدخل عندنا 14 طائرة أربص جديدة السنة القادمة وتنتين طائرات 787 من الجسم العريض بوينغ 787 لذا ستمكن الطائرات الجديدة ذات التكلفة المنخفضة على زيادة عدد الرحلات الإسبوعية وزيادة الاتصال عبر شبكة الخطوط كما أن مشروع تحديث الأسطول سيجعل من أسطول الملكية أحد أحدث الطائرات العاملة في المنطقة الميزة الطائرات أولا الميزة الطائرات نتوقع تحسن إيراداتنا أولا جاذبية المسافرين لطائرة جديدة مقابل طائرة قديمة ثانيا هذول الطائرات فيهم ثنتين درجة رجال العمال فيه كرسين بكرسيين الطائرات القديمة كانت اثنين بواحد وكانت صغيرة نسبيا هاي الطائرات أوسعة وأكبر وفيها يعني خزائن لخدمات الأمتعة فوق أكبر بكتير الكراسي كلها كراسي جلد وزائد أنه فيه انترنت على الطائرة وهذولا أول طائرات بدخلوا في الملكية الأردنية هم أصغر طائرات وهما أول طائرات اللي فيهم انترنت خدمات الانترنت على الطائرة للمسافرين فهذا يعني جالب مهم جدا وهذا كل الأمور هذه المتوقع أن يجيب لنا إيرادات أفضل يبلغ عدد الطائرات الحالي 26 طائرة وتجاوز متوسط عمر الأسطول 13 عاما وتمتلك الشركة أسطول طائرات الامبراير البالغ أربع طائرات إضافة إلى طائرتين بوينغ 787 وتتعامل مع كبرى شركات الاستئجار في العالم منصور العبادية التلفزيون الأردني عمان التقت لجنتاء الزراعة والمياه والريف والبادية النية بيتان مدير عامل مركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد ناصر الدين العبيد والوفد المرافقة له لبحث جهود المركز في مساعدة البلدان الأعضاء فيه بالقطاع الزراعي وقال رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية محمد العلاقمة الذي ترأس الاجتماع أن الأردن يعاني من تحديات كبيرة خصوصا في مجال المياه إذ يعد من أفقر الدول عالميا مشيرا إلى الجهود التي ينفذها المركز لمساعدة البلدان الأعضاء فيه لتنفيذ سياسات معينة في القطاع الزراعي بدورها قالت رئيسة لجنة الريف والبادية النيابية عبير الجبور أن دور المركز مهم لتطوير البحوث المتعلقة بالقطاع الزراعي وعرضت أبرز التحديات التي تواجه البادية مثل ندرة المياه والتغيرات المناخية من جهته قال العبيد أن الأردن له دور كبير في إنشاء المركز عام 1968 مضيفا أن 89% من الأراضي العربية تعد جافة جراء التغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة تفقد وزير الزراعة المهندس خالد لحنيفات خلال جولة في محافظة الطفيلة عددا من المشروعات الزراعية ومصنع مشتقات الألبان كما رأى احتفالا بيوم الشجرة في جامعة الطفيلة ضمن مشروع حضائق الجامعة وأشار الاحنيفات إلى أن تنوع المشاريع في المحافظات والأطراف يأتي ضمن مسارات العمل للخطة الوطنية للزراعة المستدامة لتوسيع الغطاء الحرجي عبر الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات إضافة إلى إدخال تقنيات حديثة وإعادة زراعة الأنواع الأصيلة وتوسيع المشاتل بما يتناسب مع أنواع الزراعات للمنطقة مع دعم سبل الاستدامة من خلال استغلال المياه المعالجة في التحريج لدينا العديد من المشاريع أهمها مبنى مديرة الزراع إن شاء الله الذي تم طرع عطاء التصميم والتنسيق مع وزارة المياه لإستملاك مياه الدنوم بجانب محطة الصرف الصحي الاستفادة من مياه الصرف الصحي لإنشاء مشتل للزيتون المعمر الرومي في الطفيلة ولإنشاء مشتل أيضا حرجي إضافة إلى إنشاء مشروع إنتاجي بالتعاون مع القطاع الخاص لإنتاج أزهار القطف وإن شاء الله نستكمل هذا العام أيضا الانتهاء من مشروع مستشفى البيطري في إقليم الجنوب في محافظة الطفيلة ولدينا العديد من مشاريع تحريجية في الطفيلة واليوم نحن في الجامعة في أحد هذه المشاريع إضافة إلى مشروع التحريج بالتعاون مع الجمعي الملكي لحماية الطبيعة عبر وسائل غير تقليدية وهي الشرنقة والتي سيتم إنتاجها إن شاء الله في الأردن والتي توفر لنا المياه وتعمل على استدامة التحريج زارت وزيرة الثقافة إيفاء النجار عددا من جمعيات العقبة الثقافية واطلعت على أهم أعمال وإنجازات جمعية فرحة الخيرية والذي اجتمل على مشغولات يدوية وحرفية تعبر عن المشهد التراثي والفني والثقافي للمدينة التي تشكل نافذة الأردن على العالم وأكدت النجار أهمية تطوير الصناعة الثقافية ودور الجمعيات بتطوير هذه الصناعة مشيدة بإدارة جمعية فرحة وأهمية دورها السياحي والثقافي بالتعاون مع الهيئات كسعف النخيل واستخدام مخلفات النخيل في منتوجات متعددة تتوافق وطبيعة مدينة العقبة التي تمتاز بتاريخها الذي يشكل جزءا من السردية الوطنية نبني جسور مع المجتمعات المحلية مع النساء العاملات مع كافة المهتمين والمنتجين في مجال الصناعات الثقافية الإبداعية وهذا هدف استراتيجي من أهداف وزارة الثقافية ويقع في قلب خطة التحديث الاقتصاد الأردو نجئنا اليوم لزيارة جمعية فرحة وأيضا سنزور جمعيات أخرى منتجة في مدينة العقبة شوفنا اليوم مشروع جديد قديم هو محل اهتمام الجميع اللي هو سعف النخيل هذه الورشة التي أكدت على أن هذه النخلة المباركة لها دور كبير في تطوير وتأهيل السيدات المجتمع من خلال صناعة هذا السعف والذي يدخل في كافة المنتجات المنزلية وإلى عالم المال والأعمال ومن بورصة عمان حيث بلغ حجم التداول الإجمالي ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف دينار أما عدد الأسهم المتداولة فقارب على ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف سهم نفذت من خلال ألفين وسبعمائة وتسعة وتسعين عقدا وعن مستويات الأسعار فقد ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى ألفين واربعمائة وأحدى وسبعين نقطة بارتفاع نسبته خمسة في المئة في المئة وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها ثمانين وتسعين شركة أظهرت أربع وعشرون شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها فيما أظهرت ست وثلاثون شركة انخفاضا في أسعار أسهمها وإلى المعدن الأصفر حيث انخفضت أسعار الذهب عالميا لتصل عند الفين وثلاثة عشر دولارا للأنصة وفيما يلي أسعار الذهب بالدينار الأردني كما هي متداولة في السوق المحلي ونبدأ بعيار أربع وعشرين حيث وصل عند ثمانية وأربعين دينار فاصلة عشرين أما عيار واحد وعشرين فوصل عند واحد واربعين دينار وأخيرا عيار ثمنتاش وصل عند ست وثلاثين دينار فاصلة خمسين ومن أسعار الذهب ننهي نشرتنا الاقتصادية شكرا لمتابعتكم وعودة إلى عادل لمتابعة ما تبقى من النشرة اشتركوا في القناة